اعلنوا هذا هو نموذج الدولة اللي باقيين نبنو ضرق في المنفى والله جزئيا من في المنفى واللي نأملو علينا نبنوها منين نبسطو كامل سيادتنا على التراب الوطني وتعرفوا شان هي المكتسبات اللي حقق الشعب الصحراوي من خلال اعلان الجمهورية الصحراوية خلال مشروع بناء الدولة الصحراوية في مختلف المجالات وشين هي المكاسب الكبيرة اللي حقق الشعب الصحراوي خاصة على مستوى التعليم وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى بناء منظومة قضائية متكاملة ولكن الاهم من ذو انذاك ايضا على انه هذا هو الاطار اللي بنات فيه الجبهة جناح المسلح اللي هو جيش تحرير الشعبي الصحراوي على اعتبار بانه هو على اعتبار بانه هو القوة الوطنية الضاربة اللي كفيلة بانها تحمي خيارات الصحراويين في اي وقت الهدف الثالث كان هو الهدف السياسي اللي من خلاله الصحراويين عبروا عنه الهدف النهائي النضال الوطني ماهو شي دون الاستقلال الوطني وبناء الجمهورية الصحراوية على كامل التراب الوطني شي كامل دون بناء الجمهورية الصحراوية وممارسة السيادة على كامل التراب الوطني ذاك الصحراويين بقيادة الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحامرة والذهب ويرادة الصحراويهم مختلف تواجدهم يعني ماهو مقبول والهدف المركزي والنهائي هو بناء الدولة الصحراوية إذن من خلال هذه الأهداف الثلاثة تمكنوا الصحراويين بأنهم يخوضوا كفاحهم في ظروف قانونية وسياسية ولكن أيضا عملية على مستوى بناء الدولة بشكل اللي يمكنهم بأنهم يحقوا الكثير من المكاسب ومن بينها المكاسب الدبلوماسية لأنه لو لا إعلان الجمهورية الصحراوية ربما ما كان عندنا الآن المكسب الدبلوماسي الكبير اللي عندنا اليوم اللي هو عضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي واللي أجبرت المغرب في النهاية عقب ياسر من الممانعة عقب 32 سلم من الممانعة الرضوخ لإرادة الدول الإفريقية ولكن الرضوخ أولا وأخيرا لإرادة الشعب الصحراوي في الاعتراف بوجوده الوطني الآن الاعتراف المغربي مزالع لمستوى الرمزي من خلال التواجد مع الجمهورية الصحراوية في نفس القاعة ولكن هذه الخطوة الأولى تجاه الاعتراف العملي بالوجود الوطني الصحراوي وسيادة الشعب الصحراوي على التراب الوطني نحن الآن منذ أبريل السنة الماضية منذ قرار مجلس أمن الدولي 24 و14 نقدر نقولوا عننا بالمقارنة مع السنوات الماضية دخلنا ديناميكية جديدة ودخلنا سياق جديد كيف تعرفوا ما صار التفاوض معطل من سنة 2012 بسبب اعتراض المغرب على الجلوس من جديد على طاولة المفاوضات مع الجبه الشعبية التحريص ساقية الحامرة والذهب ومن خلال وضعه الشرط معين يتعلق بالحكم الذاتي على الاعتبار بأنه الحكم الذاتي هو آخر ما يمكن أن يعطيه المغرب هذا منذ سنة 2012 ولكن منذ أبريل السنة الماضية إلى الآن هناك ديناميكية جديدة أكدوها قرارات مجلس الأمن الدولي 24 و14 و24 و40 وهذه الديناميكية تقول اعلنه مجلس الأمن الدولي وعبر عنها من خلال تقليص مؤمورية المينورسو من سنة إلى ستة أشهر بأنه ما تلقى قابل عنه النزاع يتم كيف كان ولا تلقى قابل بأنه التجديد يعود أوتوماتيكي البعثة للأمم المتحدة اللي ما هي مؤدية الشي من المهمة الرئيسية اللي نعطات لها واللي بموجبها توجد في الصحراء الغربية اللي هو تنظيم استفتاء تقليل المصير هذه الديناميكية الجديدة بطبيعة الحال الولايات المتحدة موجودة في مقدمة فيها وعبرت عن ذاك بشكل واضح والقيادة الصحراوية والرئيس الصحراوي والمخيمات الصحراوية استقبلت الأسبوع الماضي وفد رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي وهذه سياسيا نتعبر عن أنه الولايات المتحدة ماضية في هذا التوجه من خلال مرافقة هذا مصار التسوية ولكن أيضا تحمل مجموعة من الرسائل المبطنة لهذه المحاولات الدعائية المغربية الأخيرة في محاولة الصيد في ما يجري في المنطقة والتموقع واتهام جبهة البوليزاريو وخلق مجموعة من السيناريوهات اللي لا أساس لها من الصحة أنه من يجي الكونغرس الأمريكي في ضيافة حركة التحرير هي رسالة قوية بأن البوليزاريو حركة التحرير نظيفة وحركة التحرير هدف هو هدف هو تمكين شعبها من حقه في ممارسة من حقه في تقرير المصير وبأن أساليبها هي أساليب نظيفة وهي أساليب سليمة وهي أساليب ديمقراطية وهي أساليب تنسجم مع تقاليد ومع مع القانون الدولي وبالتالي هذه الرسالة مبطنة كانت كانت مهمة العالم منذ سنة 2016 اللي كان يراهن اعلنوا الأمر الواقع يقد يستمر في الصحرة عاقب الرد الحازم اللي عدلت الجبهة غشت سنة 2016 اعلن خرق المغرب الواقف اطلاق النار من خلال نشرها الوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي اعلاء في مقابل القرقارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي توصل إلى نتيجة بأنه وقف اطلاق النار على درجة كبيرة من الهشاشة وبأنه اللي كان يراهن اعلنه الأمر الواقع حالة دائمة ومن الممكن أن تستمر أراه رهانه خاطئ وهذا هو السياق اللي جات فيه قرارات مجلس الأمن الدولي جاء فيه هذا الاهتمام غير المسبوق واللي أهمه على أنه المغرب كان يبقي على أنه يدخل أطراف أخرى في النزاع مجلس الأمن الدولي قال عنه خارقين عنهم ينخرطوا في مفاوضات مباشرة والأهم من ذلك عن هذه المفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة مما يعني بأنه الشروط المغربية ضمنيا سقطت ووضحت قرارات مجلس الأمن الدولي شنو الهدف النهائي لهذه العملية التفاوضية العملية السياسية ألا وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إذن إذن خالق الديناميكية جديدة خالق اهتمام دولي غير مسبوق بتسريع مصار التسوية الولايات المتحدة مصرة إعلنوا المينورسو والوساطة الأممية يجب أن تتقدم بشكل بشكل سريع الصحراويين مطالبين بأنهم يرافقوا هذه الديناميكية الجديدة برفع وطيرة النضال برفع وطيرة الالتفاف للممثل الشرعي والوحيد اللي هو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب وكل رقاج كل مناطل كل مواطن كل صحراوي من موقع تواجده يعود في مستوى هذا التحدي اللي بالتأكيد ما يقدر يؤدي يكون إلى فرض الخيارات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال نحن موجودين في فرنسا واللي مطلوب في فرنسا كيف قال الأخ الرئيس أثناء توديعه للوفد الفرنسي اللي بارح البارح بأنه نحن الصحراويين نتميزوا ب قدر من التسامح ومستعدين عنه ننساوي بطبيعة الحال ومستعدين عنه نطو صفحة هذه العلاقات واللي طابعها هو هذا الموقف السلبي اللي تبنات الإدارات الفرنسية المتعاقبة منذ بداية النزاع إلى ضرك ولكن ننتظر إشارة إيجابية من فرنسا من خلال مرافقتها بشكل جدي لهذه الديناميكية الحالية اللي معبر عنها مجلس الإيمان الدولي واللي معبر عنها الوسيط الجديد في الأمم المتحدة الرئيس قال والجبهة تقول بأنه المصلحة الحقيقية لفرنسا هي مع الشعب الصحراوي وله مع الطرف المعتدي والمصلحة الاستراتيجية لفرنسا هو منطقة مغرب عربي آمنة ومستقرة والمعبر الإجباري لمنطقة مغرب عربي آمنة ومستقرة ومزدهرة ومتكاملة هو لأن هذا الاستقرار وهذا الازدهار وهذا التكامل يكون على أساس أولا احترام القانون الدولي هذا من مصلحة فرنسا وأنه يكون أيضا على أساس احترام الممارسة الديمقراطية اللي فرنسا اللي الديمقراطية تعتبر واحد من المبادئ المؤسسة للجمهورية للجمهورية الفرنسية وبأنه حان الوقت ربما أكثر من أي وقت مضى بسبب هذه الديناميكية الواعدة أنه فرنسا تتحول إلى جزء من حل نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وله جزء من تأبيد وإطالة النزاع وإطالة هذا المشكل وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم في المستهل نشكر هذا الحضور الكريم من جاليتنا في أوروبا ومن جاليتنا بالأساس في فرنسا ومن جاليتنا في بلجيكا وكذلك بعض الحضور من بلدات ثانية من صبانيا شكرا للجميع على هذا الحضور وشكرا للأخب على هذه الكلمة القيمة التحليلية اللي قطعا عنها ذكرتنا قبال بمقازي هذا الحدث اللي احنا نحتفلو به في هذه الأمسية اللي يحضرها هذا الحضور الكريم اللي قطعا عنه يبشر